ما صار منذ فترة رفع قيمة الدولار أمام الدينار من عام 2020 لحد الآن لا توجد استراتيجية واضحة في امتصاص هذه الصدمة كل مدى يصدر يقول أنه سنعدل البطاقة التموينية ونمطي فلوس أكثر للعانة الاجتماعية وهذا بحد ذاته خلل لأنه أنت المفروض تفكر أن امتصاص الصدمة بمعنى أن أولا تبحث من هي الفئات المتضررة هذه أولا اثنين وكيفية أنه ممكن تعويضها وممكن نستسقي كثير من تجارب العالم التي مرت بأزمة كوفيد-19 كورونا وكيف امتصت الصدمة بتأثيراتها على المواطنين أو الفئات التي ضررت في هذا الموضوع هذا الذي يصير هو تداعيات التي صار بحكومة مصطفى الكاظم؟ يعني اسمح لي بهذه اللي لازم أقولها أنه مرحلة السنتين الأخيرة لإدارة الدولة كانت من أسوأ المراحل بالإدارة الدولة وسيذكرها التاريخ بشكل ما يساوي جدا مرحلة من؟ السيد الكاظم كانت مرحلة حقيقة غير ذكية في إدارة الدولة فتحت الباب على مصرعيه في عملية استباحة الدولة وإرادة الدولة وأنا أتكلم بتقارير دولية أخر تقرير صدر لي وكالة فتش التي تتكلم عن فتش واحدة من ثلاث وكالات عالمية فتش وميلودي وستندر أمبور تتكلم عن الإدارة اللي حصت بالعراق للأسف أنه سلبية وصنفتها ببي ماينوس بي ماينوس هو يعتبر الشبه مستقر لكن بي سلبية جدا يعني نقرأ معدل الموازنة التشغيلية الصرف السلبي أصبح مستفاح وبشكل عالي جدا التضخم ارتفع لي 6.4 كانوا يتفجحون أنه كان عندنا نمو اقتصادي 9.8 هذا كان بتأثير ارتفاع سعر البرميل للنفط مو بشي ثاني بمعنى ما عندي نتاج اقتصادي سليم أنه سوى عندي نمو اقتصادي المسألة الأخرى أنه معدلات البطالة والفقر هذه ناقوسين خطرة كبيرة جدا أدت بكوارث عندنا بالبلد احنا عندنا تقريبا نمتلك أكثر من 5.6 مليون شخص باحث وقادر على العمل وهذه تعتبر ثروة معدلات الفقر ارتفعت يعني وزارة التخطيط تتكلم عن 21.25 بالحقيقة هي أكثر من هذا لأنه خط الفقر احنا يحسبه 1.9 دولار للفرد لكن بالعراق المرفوض يحسب 5.4 إذا خليت هذا المعدل احنا نتكلم عن تقريبا 48% من السكان العراق هم تحتاجون خطرة